كما أشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة المصرية منذ أن بدأت العمل على هذا الموضوع أطلقت بصورة مبدئية وسريعة مبادرة إحلال المركبات لتعمل بالغاز الطبعي وأشارك فيها العديد من الشركات والمصانع التي تعمل بالفعل في مصر أوضح رئيس الوزراء أن هدف المبادرة هو تنشيط سوق السيارات محلية الصنع حيث تم تقديم حوافز ووضع برنامج تمويل ميسر للمواطنين من أجل تشجعهم على هذا الموضوع الحياة الدولة المصرية من ساعة ما بتدينا نشتغل علىها لازم مضموضوها أطلقنا صورة مبدئية وسريعة جدا مبادرة مهمة جدا وهي مبادرة إحلال المركبات اللي بتعمل بالغاز الطبيعي ويمكن في مبادرة واتفقنا فيها مع الشركات والمصانع اللي بتعمل بالفعل في مصر وعملنا هذه المبادرة وبتعاقنا هدفها طبعا تنشيط سوق السيارات المحلية الصنع وفيها طبعا حوافز الحياة قدمناها للشركات دي وإن يمكن حطينا برنامج تمويل ميسر للمواطنين علشان نشجعهم على هذا الموضوع اشتركوا في القناة